أعلن الحكم الدولي المونديالي محمد عبدالله حسن رسمياً اعتزاله التحكيم بعد مسيرة امتدت لأربعة وعشرين عاماً وعلى مدار سنوات تواجد محمد عبدالله حسن في ملاعب كرة القدم إذ كان نموتجاً للكفاءة والتفوق في إدارة سلسلة من المباريات كما شرف التحكيم الإماراتي بظهوره في العديد من المنافسات العالمية والقرية وتم اختياره كواحد من أفضل حكام القرى في السنوات الأخيرة وطالب الحكم زملائه بضرورة التمسك بالأداء المميز لرفع عالم الدولة في كافة المحافل وتقديراً لجهوده ومسيرة في التحكيم الحافلة بالعطاء والتمييز قام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتكريم الحكم الدولي بحضور عبيت سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم وسالم الشامسي رئيس لجة الحكام